موسيقى يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في لكسنبرغ لبحث أزمة الهجرة السرية من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط بعد يوم من غرق مركب يقل مئات المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا هذه الكارثة ومآس أخرى في عرض البحر المتوسط في التقرير التالي مهاجرون يهربون من ظروف بلادهم الصعبة ويشدون الرحال إلى دول أخرى بطريقة غير شرعية بحثا عن حياة أفضل إلا أن نهاية رحلتهم قد لا تكون بحياة جديدة يحلمون بها بل في قاع البحر مؤخرا لقي نحو 700 شخص مصرعهم أمام سواحل ليبيا في كارثة تعد الأسوأ حتى الآن في البحر المتوسط مئات الأشخاص كانوا على متن سفينة الصيد التي يبلغ طولها عشرون مترا بحسب خفر السواحل الإيطالي الإحصائيات تقول إن عام 2015 شهد حتى الآن مقتلى ما لا يقل عن 900 مهاجر في حوادث جنوح سفن هجرة غير شرعية فيما ذكرت أرقام منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم العام الماضي في مياه البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية بطرق غير شرعية هذه المآسي دفعت مفاوض الأمم المتحدة لشؤون لاجئين أنطونيو جوتيريس إلى المطالبة بضرورة إيجاد آلية إنقاذ قوية في البحر المتوسط ودراسة الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى نهاية غرق مأساوية بينما طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع تكرار حوادث غرق المهاجرين فيما أعلنت إيطاليا أنها ستدعو لقمة أوروبية عاجلة لمواجهة الهجرة غير الشرعية حروب فقر اقتصاد صعب وأسباب أخرى تدفعهم إلى المغامرة والرحيل وفيما يصل البعض إلى وجهتهم يواجه آخرون مصيرا أسوأ من حالهم في بلادهم فيغيبهم الموت اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر